بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل شرح شابتر 1 وبنبدأ بنقول الاندسترس المست افكتد باينومريكا الكنترول هاي هم كتير يعني عايزين نقول كل الصناعات اللي بتحتاج لأكيوريسي عليها هتلاقي ان فيها بنشتغل بال ايه بالنومريكا الكنترول اول حاجة الارو سبيس المشينيري الالكتركال الفابريكيشنز الاتوميتف الانسترومنتيشن والمولد ميكينج والمولد ميكينج انت عارف ان هي دي بتحتاج لأكيوريسي عالية جدا لان انت عايز تعمل الاستامبة بتاعتك اللي هتنتج بيها الاجزاء اللي بعد كده فبالتالي لابد ان احنا نستعمل الانومريكا الكنترول في تصنيع المولد ميكينج عشان نحصل على أكيوريسي عالية وبالتالي الباردس اللي هتطلع هيكون الكواليتي بتاعها عالي جدا نيجي بعد كده يقول لي ما هي العناصر الرئيسية في الـ الـ لو بسيط هنجد قدامنا أول حاجة شباب لابد ان تضعها في اعتبارك اللي هي ايه define geometry اول حاجة تجيني الرسمة عندي بقرأ الرسمة كويس جدا واعرف الـ الـ اللي قدامي الجومتري اللي موجوده قدامي الشكل الهندسي اللي موجوده قدامي أدرسه تماما بحيث اني أنا بعد هذه الدراسة هنطلق للخطوة تانية لإيه create the tool path يعني ايه create the tool path أنا عندي العمليات اللي أنا هعمله C أنا هعمل عملية مثلا turning فبقول أول حاجة facing للشفط اللي موجوده قدامي وبعدين number 2 هعمل longitudinal turning number 3 هعمل مثلا thread number 4 هعمل hole يبقى إذن أبدأ أمشي بالترتيب وأعرف tool path المصاربط على الطول in ordered sequence okay بعد كده post process create to create code الخطوات اللي أنا رتبتها هنا في بتاعة tool path أبدأ أكتب بقى البرنامج اللي هيترجم لي اللي هيترجم ايه بقى هنا create the tool path أبدأ أكتب البرنامج اللي هيترجم لي الخطوات اللي أنا ايه عملتها في tool path بعد كده نكتب هذه الخطوات read code to controller نحمل هذه الخطوات اللي احنا كتبناها في صورة alpha numeric codes على البرنامج على الكنترولر ومعدين هو الكنترولر يعمل بقى interpolate code into drive input يبقى عمل التفثير يودي المين خلاص بقى راح للمشين يبقى فسر هو كل الأوامر بعتها للمشين عشان تطلع لي الى الفينش part ترجمة نانسي قنقر